السلام عليكم ازلاح لاتكم ربنا نتكنوا بخير انا ريمون صبري وان شاء الله في هذا الفيديو اتكلم على 12 ميزة في سبريد شوب وان شاء الله يا حقيقة انا متأكد ان بعد هذا الفيديو يكون عندك الحماس الكافي لفتح المتجر سبريد شوب وحلال اللي معرفش ايه هو سبريد شوب يا فنم هو ان موقع سبريد شيرت الموقع الشهري في مجال الطباقة عند الطلب قدمت خدمة مميزة للمصممين انهم عندهم كانية لفتح المتجر احترافي من الالف الى الياء هم بقى يتحكموا فيها فنم بقى بتصميمات بهوامش الرفح باسعار المنتجات بكثير جدا من المميزات انت هتلاقيها في هذا الفيديو فقط فنم من سبريد شيرت بتقوم بنيعبع عن حضرتك في موضوع الوسائل الدفع الخاصة بالمشترين وموضوع الطباعة والشحن انت بس عليك ترفع تصميماتك على المنتجات المختلفة في سبريد شوب وتقوم لها بالبروموشن او الترويق تعالين شو يا فنم مع بعض بقى هتلك المميزات الموجودة في سبريد شوب يلا بينا والحيان حاجة بفنم قبل باول ميزة لازم اقولها هو ان عملية فتح متجر سبريد شوب يا فنم بيكون بشكل مجاني مية في المية انت مش محطرة تدفع ولا سن حاجة لو في نفس الوقت انت حبيتها من مقارنة وتفتح متجر على شوبي فاي انت محتاج تدفع في الشرح حوالي ثلاثين مدار وهذا برضو رقم مش ليل لكي انت بقى هنا في سبريد شوب يا فنم مش تدفع ولا حاجة وثاني ميزة يا فنم بقى في سبريد شوب هو سهولة انشاء هذا المتجر بشكل احترافي بشكل سريع جدا ممكن يوعد معك خمسة لعشر ده بالزبط وحالي انت بتيج يا فنم على الهوم بيج الخاصة بسبريد شوب وانا هستدلكم مرضو اللينك المباشر لتلك الصفحة في بتيجي فنم على تلك الصفحة فنم وبتدوس هنا تفتح معك تلك الصفحة فنم الخاصة بيميل بعض الليتا وبعض البيانات باسم المتجر واليميل والباسورد والكلام ده دوس هنا جيت start now وهنا بقى يا فنم بيدخلك بقى على بعض الخطوات الخاصة بانشاء المتجر وهنا هنا بقى يا فنم بستزنك انك تروح للكورس الخاص بسبريد شيرت على الكورس المقسم بالتوقيتات فانت ممكن بقى تروح مباشرة للجزء الخاص بانشاء المتجر وكيفية عمل اعادات هذا المتجر وهزيلكم اردو دينج راحتو في ديسكريبشن وفي اعلى الفيديو وتعاية ميزة مهمة جدا في سبريد شوب هو التنوع الجميل في المنتجات هنا انت ممكن تصميمك بضغطة واحدة ترفعه على مية وخمسين منتج مختلف من سبريد شوب وحالا احبين ممكن اقارنها ممكن بالمحتوى الموجود في تي سبرينج هلاقي ممكن ان في تي سبرينج فاندم هتلاقي ان ممكن انواع التيشرتات الموجودة تقريبا 8 انواع اما في سبريد شوب هتلاقي حوالي 28 نوع مختلف من التيشرتات سبريد شوب بتميز بنوع منواع المنتجات الجميلة جدا هو منتج البيجامات يعني هيا طبعا هذا النوع من المنتجات كان متصدر الترندات في البحث في موقع بنترست في اواخر عشرين عشرين رابع ميزة يا فاندم بقى في سبريد شوب هو الاحتفاظ بهمش ربح عالي وطبعا ده حياة بيتم لو انت جيت مثلا على هذا الشوب الجميل ده تجعل الجزء الخاص بالبرايزز اند بروز يا فاندم وتختار الشوب برايسنج هنا فاندم بقى بتغير سعر المنتج وبالتباية بيتغير بقى الهامش الربح الخاص بحضرتك يعني كالمسال لو انا حاب اتغير مثلا الهامش الربح ده عاز اخليه مثلا عشر دولار بدل ما يكون خمسة هضيف هنا خمسة على سعر المنتج تمام فطبعا ممكن اخليه لكم من ازه سابع عشرين ولا حاجة تمام نوس انتر وطبعا بالتالي كده يور مارجن بقت حداشر دولار يعني كده القطعة لو تم باعها لها خاصة بالمنزل بريميوم تي شرت كده يا فاندم انت كده تحتفظ بحوالي حداشر دولار جدا في هو نفسها بتعمل حضرتك حاجة اسمها او بتقطع حضرتك طبعا ده بيكون حياة معلن لدى الناس اللي ممكن بتزور يور شوب زي ما حاكم شايفينه قدامكم في الشاشة وزي ما حاكم شايفينه خمسة اشر في المية وطبعا هندوس هنا الشخص يدوس فبالتالي بيشتري اي منتج موجود في المتجر الخاص بحضرتك بيكون باب يحساب له خمسة اشر في المية وطبعا الحياة دي ميزة افضل ما يكون تدي للرجل المشتري عبارة عن حروف او جملة مسلا يستخدمها بقى ويضعها بقى في اخر خطوات الدفع هي الشيكاوت لكن هنا بقى طبعا بضغطة صغيرة جدا بس فطبعا بيبقى اسحل طبعا للشخص بيحفزه اكتر بموضوع الديسكاوت والشراء واسادي اسمي اذا معنا افضلنا بقى في سبيت شوب ان هو بيوفر لك مجموعة من الموكبس الاحترافية اللي ممكن تخدم حضرتك بقى في الترويج لتلك المنتجات على السوشيال ميديا فطبعا مثلا انت هتجي على الشوب الخاص بحضرتك هنا وهتلاقي ان تصميمك موجود على بعض الموكبس الجميلة اللي مجدد تبقى شكلها حلو جدا وانت بتعمل لها دعاية على السوشيال ميديا زي بنترست او انستجرام او تويتر او فيسبوك وخلافه انت جرست يا فاندم تيجي على تلك الديزاين مثلا او هذا الموكب وبتاخده بقى سكرين شوت يا فاندم باي اداة انت عايزها بقى سواء لايت شوت او ننبس او سكرين شوت انت بتستخدمها تمام حلو جدا اما بقى يا فاندم سابع ميزة محترمة جدا في سبيت شوب هي عملية الكاستمايزيشن طبعا دي مجدد حاجة جميلة جدا اي شخص فاندم بيحب يشتري اي حاجة ممكن بقى يضفي نوعا ما منواع التغييرات اللي هو عايزها لون معين يعني ممكن وضع التصميم ده لا مش عاجبة فممكن نرفعه سنة زيادة تحت شوية جيمين كده يسار كده وهكذا في التمثل لو شفت مثلا في هذا الشوب يا فاندم هتلاقي انه انت ممكن عندك فاندم متوفر خاصة وطبعا دي جلزة ما انها حاجة ممتازة جدا في شوب شخص ممكن بيضع هذا العلامة الخاصة بالقلم دي دوسنا يا فاندم وبالتالي تفتح معها الصفحة اسمها هنا يا فاندم بقى بيحب ممكن يغير تصميم نفسه بقى موقعه او ممكن حجمه سواء صغير او يكبره او ممكن يضيف اي حاجة هو عايزها بقى اخرى او عايز يعملها اما التامن ميزة معنا بقى في سبيت شوب يا فاندم هي سهولة ربط هذا المتجر بموقعك على وطبعا ده حاجة محترمة جدا لو انت طبعا بقى حاجة بتنول مذكرك بكل المنتجات بكل التصميمات بكل حاجة بقى الى موقعك الجديد على طبعا دي حاجة دي بتتم بشكل سهل جدا انت بتيجي يفنم هو على الشوب الخاص بحضرتك وبتيجي على وتيني يعني على موضوع هنا بقى يتم يفنم عن طريق بقى او اضافة اسمها اضافة يعني على وطبعا تاخد هنا بقى اللي بقى الكود الخاص بخاص بالموقع بالمتجر ده على الموقع الخاص بحضرتك تضيف هنا بقى الخاص بالموقع وبكده يفنم اي ترافك متوجه الى الشوب الخاص بحضرتك بيتم توجيه مباشرة على وطبعا بقى من ننساش ان برضو هيقوم برضو بعملية الدفع وعملية وعملية اي الطباعة والشحن موضوع الدفع هي اما افاني من الميزة التاسعة الموجودة في هي عملية الربط بين المتجر الامريكي والمتجر الاوروبي وطبعا دي بجد حاجة ممتازة جدا اديكم مثال لو مسلا في شخص من فرنسا اشترى منتج منتجاتك الموجودة في المتجر الامريكي طبعا هيتشحنه عادية بصفة عادية جدا لكن طبعا ممكن يستغرق بعض الوقت وكمان تكاليف زيادة وافضل حاجة بجد لما يكون شخص بيعمل شوبينج الانترنت يا سلام بقى لو بيشتري بقى بلغة بلده وبعملة بلده وطبعا دي اللي موجودة بقى ويقدمها من الحقيقة لو انت جيت على الصفحة رسمية الخاصة بسبرد شوب عادي جدا تجي على الجزء الخاص باللوج ان وبتختار المنطقة اللي انت عايز سيفتح فيها المتجر سوى نورس امريكا وطبعا دي اللي احنا فتحناها خاص بسبرد شوب دوت كوم او المنطقة الخاصة باوروبا وطبعا ده بيشمل كل الدول الخاصة باوروبا سوى اسبانيا المانيا بورتغال وهكذا بقى زي فنم المتجر الاوروبي والمتجر الامريكي انت بتيجي يفنم على متجرك بتيجي على الجزء الخاص بالادفانسي دي فندم وبتختار بقى حاجة اسمها الانجوج اند كارنسي ومن ثم بقى بتعلم بقى اكتيفيت اول لانجوج حسنا طبعا بيتم بقى ترجمة فورية بقى حسب البلد اللي هو فيها الكاستمر او الراجل المشتري وطبعا هنا يا فنم بقى بتعمل لينك تو يوروبيان شوب طبعا بقى انت خدت بقى الخاص بالمتجر الاوروبي وبتضيفه هنا يا فنم وبكده يا فنم انت كده ربط المتجر الخاص بحضرك الاوروبي بالمتجر الامريكي وبالتالي كده اي شخص في مناطق الحيوية الناس بتشتري منها تعمل شوبينج بقى سوى في ايروبا او في استراليا او في كندا او في امريكا وبيكون الشخص بيشتري طمعا بعملة بلده وباللغة اللي بتكلم بها. اما فنم عاشر ميزة موجودة في هي عملة او الارتباط بين القناة اليوتيوب الخاصة بحضرتك مع وطبعا دي احدى وسائل ممكن جلب طبعا بقى على وطبعا بالتالي بيزيادة في المبيعات ويا سلام بقى لو انت فنم عندك بقى قناة موجهة للاجانب طبعا دي حاجة ممتازة جدا بيضافة بقى لبعض الشروط الخاصة ممكن بيه عشر خداف وبعض الشروط الاخرى. اما فنم الميزة رقم حداشر بقى هي النقطة المهمة جدا الخاصة بتتبع الزيرات على مدجرك. وطبعا النحاء دي بتتم بشكل جميل جدا بقى في سبيشتشوب. عليك فنم بقى جوجل من الالف الى الياء. حاجة منتهى الروعة. اما فنم الميزة بقى رقم اتناشر هي بقى المينمم بيقاوت حبارة على عشرة دولار. وطبعا دي حاجة جميلة جدا. وحاجة برضو رقمها قليل بالمقارنة مع بعض الى من الناس الاخرى زي مثلا البابل عشرين دولار. فطبعا دي حاجة محترمة جدا من سبيشتشرت او بصفة عامة وبصفة خاصة. ربنا نوفى الجميع ولو في مجد اي سؤال اي سفصال غير محضراتكم. اشرفكم ان شاء الله فيديو قادم ومعه. السلامة.